زي ما كنت حضرتك بنتحدث منذ قليل بنتحدث عن معرض للتراث وعن المنتجات اليدوية والمصري القديم واضح أن احنا متوارثين هذه المواضيع من ألاف السنوات وبس المفاجأة معرض تراثنا اللي هو آخر يوم للنهاردة كان فيه 1850 منتج يدوي له أصل في الحضارة المصرية القديمة 1850 منتج زي إيه مثلا؟ زي الشنط الخوص تمام الشنط السبت يعني أنت عارف حضرتك أن بيوت الأزياء العالمية دلوقتي بتعمل ردة في أزياءها من الحضارة المصرية القديمة لدرجة أن كثير من بيوت الأزياء الإيطالية والفرنسية دلوقتي بتعمل إيه؟ بتعمل صنادل وشباشة بمراكب معمولة من سيور الجلد اللي هي أصلا بتاعت توت عن خامون ينهارا بيضي واضح الولع موجود عندهم لأن كان حتى فيه لسه كان فيه منذ فترة قريبة جدا أحد بيوت الأزياء العالمية الإيطالية كانت موجودة على أرض مصر في الأقصر تحديدا ومفروض هيكون فيه أيضا واحد من بيوت الأزياء العالمية الفرنسية هتبقى موجودة عند صفح الأهرامات من التحدث أنهم ولعين وشغفين بهذه الحضارة وموجودة حتى في المنتجات الحضارة التي تتحدث عنها بقى ليه هم ليه بيشايفين أن الحضارة المصرية حضارة فريدة من نوحها المصر الأديم كان دايما يضفر عمله بالنحية الدينية يعني كل ما هو له مظهر جمالي هو في الأساس له طابع ديني فدايما تلاقي الملابس لها كنار الكنار ده عبارة عن الزيء اللي هو عند الرعبة وفي نهاية الفستان الكنار ده عبارة عن مجموعة مثلا من الرموز البسيطة الدينية فتلاقي هو دايما بيحكي حكاية في شكل جمالي الحاجة التانية أن المصر الأديم استخدم في صناعاته البساطة يعني يعمل الشيء البسيط وفي نفس الوقت المودرن حاليا يعني لا تتخيل أن توت عانخ أمون كان عنده السرير اللي بيتطبق السرير اللي بيتطبق كان عنده الكورسي اللي بيتطبق من آلاف السنوات شفت حضرتك اللي انت دلوقتي بتعمله مودرن بس هو كان بيضيف عليه شكل جمالي سواء بقى من حيث التطعين أو التكفيت أو وضع مجموعة من الحلي عليه في شكل دي أو في إطار دي تمام المصر الأديم كان دايما يعمل الأساس عنده في شيء من البهاء والفخر والفخامة لما حضرتك تشوف الكورسي العادي هما بيسمونه كورسي العرش الكورسي العادي اللي كان بيقعد عليه توت عانخ أمون توت عانخ أمون الفنان مصنع له كورسي عليه اسمه اسمه توت عانخ أتون تمام وامتعامه بالحجر الكريم ومدفر اسمه في شكل جمالي